سافرت إلى قطر بالليل وأثناء السير ظهر النهار مباشرة أول وقت بعد الظهر فكيف تكون صاد الفجر؟ صل الفجر وبعد الظهر يعني هدعم لي أنت فرط أخذتك سنة من النوم فلم تستيقظ إلا وقد انتصف النهار صل الظهر صل الصبع وبعده الظهر مبارك الله فيك وأنا أوصي أن من سافر إلى الشرق طبعا سيأتيه الفجر أثناء سيره لابد أن يكون يقظا منتبها ويقدر يرتب مع الملاحين مع المضيفين ومع غيرهم أن ينبهوه عند أول ضوء ويقدر يعرف الوقت في المكان الذي تمر به الطائرة موجود يعني على السترين أمامه يقول لك الوقت في المكان الذي تمر به الطائرة الآن تجد ترع في الآن الآن الساعة وبالتالي كنت حريصا ويقظا منتبها سوف لا يفوتك الصبح إن شاء الله إن فاتك هذه المرة أرجو أن لا يفوتك المرات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر